ما يحدث من عمليات تنسب إلى داعش والغاعدة في عدن هي عمليات أصلا مركز تمويلها وانطلاق قرارها وتحييد أهدافها وأدواتها وكل شيء من عند الحوثيين هذا إذن هو الهدف الرئيس من المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري الذي بدأ مفاجئا في توقيته وأقل شمولية في إحاطته بالضالعين في ارتكاب الجرائم التي عصفت بعدا والمناطق المحررة طيلة الفترة الماضية وجب أن نعلن للعالم والمنظمات الدولية بأنه وجب محاربة الحوثيين جزء من حرب الحوثيين في المحافظات المحررة يتم باسم تنظيم داعش الإرهابي استنادا إلى الأدلة التي عرضها الوزير الميسري في مؤتمره الصحفي وعدد معها الجرائم التي ارتكبت في هذا السياق قبل أن يوجه دعوة إلى المجتمع الدولي بإعادة النظر في موقفه من الحوثيين الذين لا يكتفون بارتكاب أعمال إرهابية بل يتورطون ومعهم إيران وحزب الله في التخطيط والتمويل لعمليات إرهابية تنسب فيما بعد لتنظيم داعش تحت تنظيم داعش كان لدينا من المعلومات والدلائل أنهم يأتون من صنعاء ويتم تمويلهم من صنعاء لا يبدو أن ما عرضه الوزير مفاجئا أو صادما فالحوثيون لم يكفوا عن ارتكاب الجرائم الإرهابية التي طالت أهدافا مدنية عبر الاستهداف العشوائي للمدنيين بالقصف والقنص والألغام على امتداد الجغرافية التي يحاربون فيها الشعب اليمني منذ أكثر من أربعة أعوام فمعظم العمليات الإرهابية التي عرضها وزير الداخلية في مؤتمره الصحفي أقل شأنا من حيث نتائجها من تلك التي أوقع الضحايا واستهدفت شخصيات سياسية وقيادات دينية وعسكرية وأمنية وقيدت ضد مجهول ضمن 727 جريمة قيدت ضد مجهول فقط عام 2018 وضمن 808 جريمة غير مضبوطة استنادا إلى ما كشف عنه الوزير الميسري في مؤتمره الصحفي وعلى ضو ذلك تم اكتشاف جريمة تفجير مثلا كما حدث سيارة العميد الركن سند الرهوة وسيارة القيادي أبو مهتم وسيارة محافظ محافظة العزة السابق دكتور أمين محمود بنى وزير الداخلية في مؤتمره الصحفي الذي ظهر فيه مدير أمن لحج ملتزما بشعار الدولة اليمنية على الخلية التي تم ضبط أولى الخيوط المرتبطة بها في جولة ريجل بمحافظة لحج فقد أدى تعقب سيارة مشبوهة كانت تقل أربعة أشخاص إلى انقلاب هذه السيارة والإمساك بأحد الأشخاص الذي وجد مصابا وآخر فارق الحياة فيما قاد تعقب الإثنين الآخرين إلى الإمساك بثمانية من أعضاء خلية إرهابية والذين عثر في حوزتهم فيما بعد على معظم الأدلة التي عرضها الوزير في مؤتمره الصحفي توعد الوزير الميسري بجعل العام 2019 عاماً للاستقرار في المحافظات المحررة وسط تساؤلات مشروعة بشأن مصير العشرات من الجرائم الإرهابية التي خلفت مئات القتل والجرحة ولم يجرؤ أحد بعد على تتبع الخيوط المؤدية إلى فاعلها الحقيقيين في مدينة عدن والمحافظات المحررة